يحكى أن هارون الرشيد حج ماشياً وسبب ذلك أن أخاه موسى الهادي كان له جارية تسمى غادر وكانت أحظى الناس عنده وكانت من أحسن النساء وجهاً وغناءً فغنت يوماً وهو مع جلسائه إذ عرض له سهو وفكر وتغير لونه فقال الجلساء ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ قال لقد وقع في قلبي أن جارية غادر يتزوجها أخي هارون بعدي فقالوا يطيل الله بقاء أمير المؤمنين وكلنا فداؤه فقال ما يزيل هذا ما في نفسي وأمر بأحضار هارون وعرفه ما خطر بباله فاستعطفه وتكلم بما ينبغي أن يتكلم به في تطييب نفسه فلم يقنع بذلك وقال لا بد أن تحلف لي قال هارون لا أفعل وحلف له بكل يمين يحلف بها الناس من طلاق وعتاق وحج وصدقة وأشياء مؤكدة فسكن روع الهادي ثم قام فدخل على الجارية فأحلفها بمثل ذلك ولم يلبث شهرا ثم مات فلما أفضت الخلافة إلى هارون أرسل إلى الجارية يخطبها فقالت يا سيدي كيف بأيمانك وأيماني فقال أحلف بكل شيء حلفت به من الصدقة والعتق وغيرهما إلا تزوجتك فتزوجها وحج ماشيا ليمنه وشغف بها أكثر من أخيه حتى كانت تنام فيتجع رأسها في حجره ولا يتحرك حتى تتنبه فبينما هي ذات ليلة إذ انتبهت فزعة فقال لها ما لكي فقالت رأيت أخاك في المنام الساعة وهو يقول أخلفت وعدك بعدما جاورت سكان المقابر ونسيتني وحنثت فيه وغدوت في الحور الغرائر فظللت في أهل البلاد أيمانك الكذب الفواجر ونكحت غادرة أخي صدق الذي سماك غادر لا يهنك الإلف الجديد ولا تدر عنك الدوائر ولحقت بي قبل الصباح وصرت حيث غدوت صائري فأكملت والله يا أمير المؤمنين فكأنها مكتوبة في قلبي ما نسيت منها كلمة فقال الرشيد هذه أضغاف أخلام فقالت كلا والله ما أملك نفسي وما زالت ترتعد حتى ماتت بعد ساعة